طلابي الأعزاء أسعد الله أوقاتكم وبعد خلينا اليوم نتحدث عن عملية من العمليات العقلية مهمة إن شاء الله وهذه إن شاء الله رح تجينا في الامتحان بنسميها الذاكرة والذاكرة تعريفها هي عملية معرفية تعني تخزين ما سبق اتساب المعلومات أو فترة قد تطول أو تقصر بهدف استرجاعها إلى حين التذكر الذاكرة الإنسان عنده ذاكرة ما هي أهمية الذاكرة تعتبر أحد أهم مكونات العمليات المعرفية الرئيسية المختلفة كالإحساس والانتباه والإدراك والتعلم نحن نسميها عمليات عقلية وتتضح كالتالي الإحساس لا يتم إلا إذا تم الاحتفاظ بالمثيرات لفترة قصيرة من الوقت في الذاكرة الحسية الإحساس يحس بالبرد بالحرارة بالجو والجوع الانتباه يحتاج إلى ذاكرة لفترة أطول مما يحتاج الإحساس من خبرة سابقة والتعلم يعتمد على الذاكرة الاحتفاظ بما تم تعلمه وبدونها يصبح التعلم تغيير يزول بزوان موقف الخبرة التي أدت إليه يعني الإنسان الذي لا يملك ذاكرة هو إنسان لا يستطيع أن يتعلم لا يستطيع أن يستوعب لا يستطيع أن يفهم لذلك الذاكرة مهمة للذاكرة أنواع الذاكرة الحسية في نوع وذاكرة قصيرة المدى وذاكرة طويلة المدى أولا الذاكرة الحسية وهي التي نحتفظ فيها بالمثيرات في سيورتها الأولية دون عملية تفسير أو تأويل أو حتى إعطاء معنى يعني مثلا من يشم الروائح هي ذاكرة حسية يعني الإنسان أو ذاكرة تذكر اسم وتتنوع الذاكرة الحسية بتنوع الحواس ويساعد كل من الانتباه والإدراك في انتقال المعلومة من الذاكرة الحسية لذاكرة قصيرة المدى الذاكرة التي هي القصيرة المدى أو ذاكرة المدى القصير هي مرحلة مؤقتة من تخزين المعلومات تمتد ما بين ثانية واحدة إلى نصف دقيقة وتنتقل المعلومات من الذاكرة الحسية إلى ذاكرة المدى القصير مثلا شرط المرور بخز ما بين إلى خمس إلى تسع أرقام السيارات هذه بنسميها ذاكرة قصيرة المدى أكثر من هيك بيقدرش الآن إذا لم تنتقل المعلومات هذه المرحلة من ذاكرة المدى القصير إلى ذاكرة المدى الطويل تزول بعد نصف دقيقة يعني مثلا في واحد بيقول لك احفظ بدي أعطيك رقم تلفون صاحبك بيقول له أعطيني بيقول لك ستة سبعة ثلاثة أربعة اثنين ثلاثة مثلا الآن إذا إحفظت واعتمدت على أنه إنت عندك ذاكرة قوية إذا ما نقلتش هذه من الذاكرة المدى القصير إلى ذاكرة المدى الطويل ستتنسى الرقم مباشرة قد يقع هنا كفين إشهنا بنسميه في علم النفس كفين الكف الراجع إيش هو تعريف الكف الراجع هو أن تحجب المعلومات الجديدة المعلومات القديمة يعني المعلومات الجديدة بتحجب المعلومات يعني لو أعطيتك رقم بتحفظه لأن لو جبت رقم الثانيي قلت لك احفظه بتحفظه ولكن ممكن أنت تنسى بعد فترة لأن المعلومات الجديدة حجبت القديمة أما الكف اللاحق هو أن تحجب المعلومات القديمة الكلمة الجديدة وهنا لازم يتميز ما بين الكف اللاحق والكف الراجع إيش ذاكرة المدى الطويل؟ ذاكرة المدى الطويل هي محطة يحتفظ بها الفرد بقدر هائل من المعلومات بعد فترة زمنية طويلة قد تستمر مدى الحياة يعني مثلا ممكن أقول لك مين درسك في الصف الخامس تقول لي اسمه أستاذك مين درسك في الصف الأول تقول لي والله حافظ اسمه مين أجاكه قبل شهرين تقول لي والله حافظ هذه ذاكرة المدى الطويل الآن كيف يتم تحويل المعلومات من ذاكرة المدى القصير إلى ذاكرة المدى الطويل؟ أول شيء يقوم الانتباه والإدراك والتعلم دور بارز في عملية التحويل عن طريق الفهم شوفوا الانتباه والإدراك والتعلم في عملية التحويل عن طريق الفهم والذكاء وإدراك العلاقات واللي هي العلاقات ما بين ذاكرة المدى القصير ومدى الطويل تقوم ذاكرة المدى القصير اللي احنا قلنا عنها اللي بنحتفظ فيها بس بعدد قليل من الأرقام خمس ستة أرقام بإدخال المعلومات وإخراجها من ذاكرة المدى الطويل حتى لا يحدث لها نسيان إذا استمرت فيها لفترة طويلة دون إخراجها يعني الإنسان لما أحيانا نستدعي معلومة من المدى الطويل من خلال اللي هي بنسميها ذاكرة المدى القصير شوفوا العملية سبحان الله كيف يعني لو سألت قلت لك بالله بتعرف لي رقم فلان نقوله آه والله يبقى أنت استدعيت المعلومات يتم قياس احتفاظ الذاكرة عن طريق التعرف والاستدعاء استدعي المعلومات نطلب منه استدعاء طرق قياس الاحتفاظ أو التخزين أول شيء التعرف يعني كيف إحنا احتفظنا وكيف خزنا التعرف نطلب من الشخص التعرف على مثير سبقة وأن تعرض له عن طريق الإحساس أو الانتباه أو الإدراك أو التعلم يعني مثلا لو أنت تعرضت لرائحة عطر قلنا لك شم هذه الريحة فعلا هذا عن طريق الإحساس شميتها عرفتها أو شميت نوع من أنواع الطبيع مثلا نقول لمنوقية أو بامية فأنت بسرعة بتتعرض تقول ياه والله ريحة بامية ياه ريحة منوقية أو الانتباه تنتبه للشيء تشوفه أو الإدراك تدركه أو التعلم الطريق الثاني اللي هي إحنا بنسميها الاستدعاء وفيه نطلب من الشخص إنتاج الإجابة بنفسه مما سبق أن تعرض له من المثيرات مثل نقول لك حل مسألة حسابية أو الإجابة عن سؤال محدد يعني مثال على عملية الاستدعاء إذا سألنا الطالب من هو مؤسس علم الاجتماع هذا استدعاء لو قلت لك من هو الزعيم الفلسطيني اللي حوصر فيه المقاطعة في رمض الحد تقول لي على السريع ياسر عرفان من هو الزعيم الفلسطيني اللي اغتالته الطائرات الإسرائيلية في غازل نقول لك أحمد يسين الشيخ أحمد يسين أو أبو علي مصطفى نستدعي المعلومات إذا سألنا الطالب من هو مؤسس علم الاجتماع هو ابن خلدون أم دور كايم هذا تعرف يعني تحط له مفاضلات أو مين هو مغني هذه الأغنية هل هو كذا وكذا يعني فيه هذا التعرف أما الاستدعاء يختلف عن التعرف وركجه عليه في الامتحان النسيان والنسيان النسيان يا نعمة النسيان الواحد يقول لك يا الإنسان ينسى والنسيان نعمة أحيانا النسيان هو فقدان دائم أو مؤقت لما سبق التعرض له من مثيرات أو خبرات وعدم القدرة على استدعائها أو التعرف عليها وهذا هو الجانب السلبي للتخزين وهو يرتبط بذاكرة المدى الطويل يعني عملية معقدة يعني الإنسان كيف ينسى هذا يعني أنت الآن ممكن تقرأ وتنسى ليه؟ لأنك أنت ممكن تكون خزنت بشكل كنت تقرأ وأنت مش منتبه يبقى أنت خزنت بشكل سيء وكثير شباب يقول لك احنا بنجرى كثير بنجرى كثير ولكن ما بنحفظ لأ أنت تخزن بشكل سيء تخزن المعلومات بشكل سيء الآن بدك تستدعي هذه المعلومات ما بتعرف يعني لو قلنا لك عرف لي التعلم مش هتعرف إذن مفهوم النسيان هو فقدان داعم أو مواقع لما سبق التعرض له من مثيرات أو خبرات وعدم القدرة على استدعاء التعرف عليها هو الجانب السلب للتخزين وهو يرتبط بذاكرة المدى الطويل أهم العوامل التي تؤدي للنسيان أول شيء التضاؤل وهو نسيان يحدث إذا مضى وقت طويل على رقم أو على المعلومات المخزنة دون استخدام يعني لو أعطيتك رقم معين قلت له احفظ لي وما استخدمتوش تحفظه أول ساعة أول ساعتين إذا ما استخدمتوش بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة تتضاء المعلومات وتنتائي التشويه هو نسيان يحدث نتيجة تخزين المعلومات بطريقة خاطئة يا زي ما قلنا تخزين المعلوم بطريقة خاطئة الكبد وهو نسيان يحدث نتيجة رغبة الشخص في عدم تذكر موقف معين سبق وأن تعرض له ويسمى النسيان المدفوع وهذا احنا بنسميه الحيلة الدفاعية يعني أنا فيه أحيانا الناس بديش أنا أذكر أسميهم بديش أذكرهم مواقف مرت علي بديش أذكرها بديش أعرفها بنسميه نكبة هذه المعلومات أحيانا بتم النسيان من خلال تداخل المعلومات تداخل المواد مع بعضها البعض الكف الراجع والكف اللاحظ يعني هيك من اللاحظ أن المعلومات تتداخل مع بعضها البعض وتحجب بعضها البعض يعني لو واحد يتعلم لغة فرنسية ولغة إنجليزية في نفس الوقت إذا هو ما كانش خزن منيح فبنلاحظ أنه الإنجليزي بيدخل على الفرنسي وبدخل على الإنجليزي فيحدث النسيان ولا يستطيع الشاب أن يتذكر شيء بهذه المحاضرة حول التذكر والنسيان بنكون إحنا يعني تحدثنا عن محاضرة في علم النفس العام أتمنى لكم النجاح والتوفيق وأن تتابعوها جيدا لأنها ستدخل إن شاء الله في الامتحان الموضوعات التي نذكرها حاليا هي التي تدخل في الامتحان وأنا سأختار لكم بعض الموضوعات مشكل للكتاب إن شاء الله وبهمني أن تستفيدوا كثيرا شكرا لكم وإلى اللقاء في محاضرة شكرا لكم